في قطع التعليم العالي الآن اجتمع وزر والتعليم العالي والبحث العلمي طهر حجار اليوم بالنقبة الوطنية للأساتذة الجمعيين خصيصة لمناقشة نتائج الاجتماع السابقة وقضايا مهنية واجتماعية خاصة أو أهمها قضية السكن بكل تفاصيلها ومتابعة الحصة السكنية والتغطية كانت لليا داود متابعة الحصة السكنية المعارة للأساتذة الجمعيين ومقدرة بـ 2070 سكن والمطالبة كذلك من جهة أخرى بالتنازل عن السكنات الوظيفية لصالح الأساتذة كما تطرقنا خلال هذا الاجتماع وفي هذا السياق في سياق السكن إلى الإسراء في توزيع حصة 230 سكن الواقعة بمدينة سيدة عبدالله بالجزائر لفائدة أساتذة المدينة الجامعية الجزائر وفي نفس سياق أضاف الأمين العام لأن نقبة الوطنية للأساتذة الجمعيين مسعود عمرنا أنه تم تعيين لجنة مشتركة بين الوزارة ونقبتهم نقبة خلال هذا الاجتماع مسألة غياب الحوار على مساوى بعض المؤسسات الجامعية وهو عكس العلاقة الطيبة بين النقبة والوزارة في نهاية هذا الاجتماع تم تنصيب لجنة مشتركة بين وزارة تعليم العالي والبحث العلمي والنقبة الوطنية الأساتذة الجمعيين لمتابعة نتائج شغال هذه الاجتماعات